اه طيب السلام والله عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم عاملين ايه انا احمد شيتو النوضة ان شاء الله معي سبع تطبيقات يعني بصراحة مفيدين جدا ومعتقدش ان في حد يعني اتكلم عنهم قبل كده او حد قلال جدا ممكن يكون اتكلم عنهم يعني فبدون داغي كتير يلا بينا على الشرح يا شباب. اه طيب هنجد كده على اول برنامج معنا واول تطبيق وهو اسمه لو دخلنا على التطبيق هنا كده ادي شكل التطبيق او البرنامج. طبعا البرنامج فكرته بمطالة بساطة ان انت كل ما هتخش على حاجة هنا فده حاجات دي كلها انت ممكن تعملها يعني اي حاجة من الحاجات دي انت ممكن تعملها عندك على التلفون بتاعك او هنا حاجات برضو كانا خاصة بجوجل كل دي اشكال انت ممكن تحطها عندك يعني مسلا على سبيل المثال لو قلنا حاجة زي الايميل دي مسلا او او الشينا لو ضغطنا على اه هنا كده وضعنا كده اد وصلحت ابرع على الديسكتوب. هتلاقيه ضاف لك هنا. طبعا لو ضغطت عليه هنا كده هنا هيفتح لك اليوتيوب يجيب لك الحاجات اللي انت ممكن تكون آآ عايش شوف على اليوتيوب او هيفتعك تطبيق اليوتيوب يعني. طيب. آآ في برضوك حاجات تانية جميلة فيه غير الودجت دي يعني لو ضغطنا على البرنامج هنا تاني كده وعملنا هنا باك. آآ في هنا مثلا الساعة هنا طبعا دي ساعة انالوج او اللي هي عقارب يعني زي بيقوله. في عندك هنا اشكال جميلة جدا واشكال حلوة قوي. ده يعني بيديك حاجات اضافية يعني غير الموجودة عندك على التليفون. الشكل ده مسلا جميل جدا. آآ فيه برضوك لو حد بقى بيحب الساعات اللي هي الرقمية وكده. فعندك برضو كل دي اشكال انت موكم تختارها. يعني مسلا على سبيل المسال لو خدنا او الشكل ده اضغط عليه بس هناك او دغطة واحدة. وقول له هنا كده اد. هلأ هنا خلاص هو اضاف عندك على الهوم سكرين. هتلاقيه اضاف هنا اهو. موكم طبعا تضغط عليه دغطة طولة كده. وتعدل في الحجم بتاعه مسلا. تخليه كده مسلا او حاجة. فبصراحة شكلها جميل جدا. طيب احنا يجي هنا على تاني برنامج وهو اسمه اثينا. يعني شوفوه اثينا. لازم بقى تطلع على اللسانك كده في يعني. طيب المهم لما هتخش على البرنامج كده. البرنامج ده بمنطقة البساطة ووظفته. هو بيديك حاجتين حلوين قوي. اول حاجة ان هو تطبيق عندك او اي عندك. انت ممكن ساعات مسلا بتبقى فيه تطبيق معين. انت عايزه ما ياخدش من الواي فاي. او تطبيق معين ما ياخدش من الداتا. فالبرنامج ده هيعمل لك الحاجة دي. وكمان زي موطيك انت ممكن اه تمنع بيه الاعلانات. طيب اول ما هتفتح البرنامج خش عندك هنا على الضب. وهتنزل تحت عندك على اللي هي دي. وهتفعل التلات حاجات دول. هتشد دم هنا كده. وتشد ده كمان كده. وهتيجي على الثالث برضو هنا كده. وتفعله. بعد ما تفعلت يا دمت ما تلمشي حاجة تاني. هنا برضو انت عايز بقى تعمل حاجات على سيشيون ميديا او ادلت كونتنت اللي هو المحتوى البلغين الحاجات الاباحية وكده. ممكن برضوك تقفلها من هنا يعني. طيب. بس اما اهم حاجة في الليلة دي كلها ايفل او يعني فعل تد دمت. واعمل باك هنا كده. واعمل باك. طيب. في برضوك حاجة بس عادة اقول لكم الاول انت هنا بقى لو فرضا اه برنامج مسلا زي التليجرام. مسلا يعني. انا عايز اعملها عنه الواي فاي. فانت ممكن تعملها من بره هنا كده. لو ضغطت على علامة الواي فاي. هتلاقيها ضلمتها. متى كده من اعتعمل الواي فاي. انا لو جده افتح التليجرام دلوقتي هيبطع معي بس مش يبقى وصل له اي نت. او ممكن تقفل عنه الباقة. تمام? او اللي هو الداتا يعني. طيب بدون كده الحاجة بقت لا بتاعت ملاء الاعلانات دية انا مسلا لو جينا فرضنا برنامج زي البرنامج دة هنا. انا بٹ جانبها دايما بيجيب لي اعلان تحت هنا كده. اوه زي ما انتشافين احضوا تلاحين جابلي هنا اعلان. طيب انا هطلع بقى بالبرنامج دة. هتفلو خالص. وهنجل على البرنامج بتاعنا تاني. عشان تشغل البرنامج. او تشغل الحوار بمانع الاعلانات دوت. او طبعا موضوع اللي الواي فواي او الداتا عشان شغل البرنامج بصفة عامة يعني. لازم تيجي على الشكل اللي هو بتاع الدرع ده اضغط عليه هنا كده. هو طبعا ايه خلاص في الاول او لو انت اول مرة غالبا هيتطلب منك حاجات كده وفق له عليها والكلام ده كله. طيب تعرف مني ان هو اشتغل اللون بتاعه هيتحول من اللي يعني بصه او هاملوه كده هنا هتلاقي اللون بتاعه هيتحول من اللي هو اللون كده للون الاصفر وهتلاقي عندي هنا فوق اه في علامة مفتاح ظهرت وكمان طبعا هنا ادي شكل البرنامج هون. طيب لو جينا مسلا هنا جربنا كده نفتح البرنامج اللي كنا نفتحيه من شوية اللي هو كان جيب لي اعلان تحت ده. هنفتحه تاني هنا هو وهنشوف الاعلان اللي كانت ظهر تحت هيظهر لي ولا لأ? وزي ما انت شايفين يا جماعة جاب لك المربع فاضي. خلاص مهما اعد مش هيجيب لك اي اعلان. اي برنامج عندك او اي هتفتحه. بيجي لك بقى في علامات اللي بتبقى الساطر لتحت ده او حاجات دي كلها. كل الكلام ده يا معلم مش هيشتغل معاك. طيب ده كده كان تاني برنامج معنا. طبعا لو انت برضوك حبي تلغيه او توقفه. انت ممكن تخش تعملوه من هنا. في برضو هناك في برضوك حاجة هزولوكو عليها لو دخلت على الضبط هنا كده. وده غدت على اللي هو البيهيفيور. اه هو الديفولت بتاعه ان هو ايه يعني اللي هو لو انت مسلا عملت للجهاز. هو ايه الجهاز هو بيشتغل تاني ما قاله جديد. هو البرنامج هيشتغل تلقائي مع التليفون. انت ممكن توقف الموضوع ده او او تلغيه. انا عن نفسي موقفه لان انا عايز البرنامج يشتغل وقت ما يكون انا بس عايزه يشتغل. ما يشتغلش الواحد يعني. طيب ده كده كان تاني برنامج. البرنامج التالية معنا هو اسمه لو ضغطت عليه هنا كده ادي شكل التطبيق طبعا التطبيق عشان يعني تفعاله او تتعامل معاه هو مش دي فلع عادي. هو مش من التطبيق ذات نفسه. الفكرة كلها انك هتطلع بره خالص. وديجي مسلا عندك هنا على حتة فاضية. نمسح بس دمت كده. نمسح ده كمان. هنيجي عندك على ايه حتة فاضية دغطة طويلة. وهتقول هنا كده ويتنزل تختار اللي هو الاسم البرنامج يعني اللي هو بيكسل. اللي هو هنا هو. اضغط عليه هنا كده. هتليه طبعا جيب لك هنا في تمانية وجيت. طبعا كل وجيت من دوما يا جماعة جواها وجيتس اكتر. بمعنى بمعنى لو جينا ضغطنا هنا على ده هنا كده مسلا. ضغطنا عليه هنا كده وانه الو هنا آد. ابصوا جماعة لما دخلت جوا فتح لي وجيتس اكتر. يعني الوجيت الوحدة جواها اكتر من وجيت. اي حاجة من دي انا منكم احطها يعني زي بره وجيت بره يعني. لو فرضا مسلا هنختار شكل زي الشكل اه ده مسلا. مسلا يعني اضغط عليه هنا كده. وقوله هنا كده هتلاقيه ضفولك براه. ممكن طبعا تخلي الساعة كده. او لو انت ضغطتك وتطويل عليه هنا كده. ويعني حركتها بالجنب. كده مثلا هتبقى معك بالعرض. فطعم بقى ممكن تضيف اكتر من زي ما قلت لكم يعني فبريناك برضك بصراحة ممتاز جدا وبيديك شكل مختلف عن او الوجيت الموجودة عندك بتاعت السيستم بتاعت اللي فونك يعني. طيب ده كده كان التطبيق التالت. نيجي للتطبيق الرابع. الرابع هنا اسمه برنامج ده جميل جدا. طيب بمنطقة البسطة كده برنامج ده. انا مسلا لو عندي الهوم دي. وجيت مسلا خدت هنا كده. طيب طبعا دي هتحافظ عندي في الجالري. انا هجي افتح كده البرنامج وهفتح هنا اللي هو برنامج ده. وهقول له هنا طبعا هيطلب منك صلاحات الكلام ده كله ادهاله. وقول له هنا كده ان اخطر صورة يعني. طيب ادي هو فتح الاجرر التاعي فاختر الصورة اللي انسا واخذها حالا الصرينشوت. ادي الصورة قدامنا. طيب انا لو ضغطت هنا على كلمة بلور. وعلمت هنا على الشكل اللي هو العين ده هنا كده. هتلاقيه هنا بدأ يعلم لك على يعني الكلمات اللي موجودة في الصورة عندك. طبعا اي حاجة من الحاجات دي يعني مسلا كلمة الموقت دي. اهنا ضغطت عليها هنا كده. بص يا جماعة خلاص بقت بلور. اي حاجة داني هنا مثلا الحاجات دي كده خلاص بقت بلور. او لو ضغطت على دي مسلا او لو كلمة دي. لو ضغطت عليها وجيت هنا مسلا على سبعة دي مسلا وضغطت كده هتلاقيها بقت شكل دي. او عندك حاجات تانية فيه هنا مسلا دي لو ضغطت عليها هتمسح لك يعني بصوا كمالا عملت هنا كده مسح لي الكلمة اساسا مش بقى مسلا عمالي عليها لا مسح لي خالص. او انت موكم تعمل هايلايت موكم مسلا انت يعيس يعني تعمل هايلايت اللي هو ايه بصوا عشان مثال هنا مسلا آآ 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 ربعمائة سمعة وربعين دي لو ضغطت عليها كده اللي هو لونتها طبعا ممكن تختار الوان دي منها براحتك ممكن لون الازرق ده مسلا ونضغط هنا على ايه مسلا على العصر دي مسلا اه اتلونت بالازرق في الاخر خالص طبعا تقول له هنا كده سيف هتلاقيها تحفزت عندك لولتون هنا بس البصمة ودخلت على هنا كده ادي هنا اهي الصورة اللي انا عدلتها وهدي طبعا الصورة اللي هي الاصلية يعني فبرنامج بصراحة جميل جدا فيه موضوع ان انت لو عايز تعدل على حاجة في فالبرنامج ده هيبقى مفيد جدا بالنسبة لك طيب ونخش بعد كده على البرنامج الخامس بس يعني لو وصلت معي الحلقة هنا فيعني اقدر المجهود اكيد انا بشرح لك والله تطبيقات مفيدة جدا فيعني ما تبخلش علاج بالداء معنوي رايك للفيديو كده اكتب لي كومنت عشان يعني ايه يديني تشجيع يعني طيب هنخش بعد كده على البرنامج الخامس وهو هنا اسمه بالمناسبة يا جماعة كل التطبيقات دي طبعا هسيب لكم لينك تحملها فيه صندوق الوصف ما تشغلش بالكم بالكلام ده كله يعني. البرنامج ده منطل بساطة يا جماعة انتو لو تاخدوا بالكم انا مسلا تليفوني زي سامسونج احنا ما عندناش يا جماعة اا يعني بتاع فيديو بلاير يعني انا طبعا عندي برا هنا لو ده خط هنا يعني ده كلمة فيديو ده تطبيق بتاع كان من سامسونج بس الاسف سامسونج لغت الدعم عنه انت لو فتحت عندك اللي هو وكتبت مثلا سامسونج مش هيظهر لك التطبيق ده اساسا. ليه? لان التطبيق ده كان موجود في المتجر بتاع سامسونج وتلغى اتقفل. انا بس عندي منه فبستخدمه. طيب لو انت بقى سواء معك سامسونج او غير سامسونج. وعايز تشغل منه الفيديو بس. بدلا ما تخش على الجالوري. الجالوري هنا طبعا عندك الفيديوهات والصور. لأ انا عايز تطبيق يكون رايق. مفيش في علانات. وتطبيق سيم بنضيف كده. وحايا كده بينتنزم بيقوله. عايز اقول لك هو البرنامج ده. برنامج ده ممتاز. مبدئيا هنا جيب لي طبعا دي كل الفولدرات اللي هي فيها فيديوهات عندي. طبعا تموكم دقاء شكلها عن كلمة عن طريق كلمة الماتيريال دي يعني ضغطة كمان هيجيب لك شكل الفيديوهات. او ضغطة تاني هيجيبها لك كفيديوهات كفولدرات. فهمين الفكرة يا جماعة? طيب. ولينا كده عم مشيته. قبل ما روكو بس تشغيل الفيديو. لو ضغطت عندك على هنا الضبط كده. وجيت هنا في البلاي باك لو ضغطت عليها. هنا طبعا دي حاجات بقى انت موكم تتعامل فيها. هنا بيقولك اللي هو يشغل الفيديو يعني مسلا يكون يشغل الفيديو ويخلص. الفيديو اللي هو بعده. يشتغل تلقائي ولا لا? هنا عايزوا مسلا اللي هو يفتكر انت مسلا لو مشغل الفيديو وافت عند حتة معينة. لو جيت شغلت الفيديو تاني. يكمل من نفس المكان ولا يبدأ من الاول. فهمين يا جماعة? وفي عندك هنا اللي هو انت لو مشغل الفيديو ويغطوا هوم. الفيديو يعني يزهر لك بردك في الهوم بس بشكل مصغر. هنا في انت موكم تعلي الصوت اكتر من مية في المية كمان. لو انت عندك السماعات بتاعتك بايزة او حاجة. فانت موكم تعلي كمان صوت الفيديو. فبصراحة جميل جدا. هنا طبعا اوتو روتيت سكرين. فبصوا يا جماعة هو بصراحة حلو قوي. يعني انت موكم بقيت بردك في هنا تختار بقى اللي هو اللي عايزه دارك والله ابيض ولا ايه. طيب بدون اغاية كتير نيجي مسلا نشغل اي فيديو. لو قلنا مسلا نشغل فيديو ايه? على ده مسلا اه. لو شغلنا فيديو هنا مسلا ده لبابشي. اه. شايفين يا جماعة الماتيريال بتاعته جميلة جدا. طبعا انت انا في في التسجيل هنا نوقف بس الصوت. في التسجيل هنا موكم بقاش كواتي يعني اعلى حاجة ده تسجيل. بصراحة جميل جدا. برنامج رايق. برنامج حلو جدا. طبعا ده اخترتوا من هنا كده. اه هنا هو بيعلي الصوت لو زي نشوفين يا جماعة الصوت انا يعني بصوا عديت المية في المية. زي ما تركوا فيه هنا اللي هو يعني تعلي اكتر المية في المية تصل لحد متين في المية. وطبعا اللي عملت من هنا هنا بيعملك بتاعت الشاشة تزودها او تنقصها. بصراحة برنامج جميل جدا للناس اللي محتاجة. اه زي بقوله كده او تطبيق للفيديوهات بس. ده حاجة ممتزة جدا. طيب. الحاجة بعد كده او البرنامج اللي هو السادس تقريبا او قبل الاخير يعني هو اسمه نورتون ابلوك. البرنامج ده بمطالب بساطة يا جماعة. يعني زي بقوله كده بالرغم من انت ممكن يكون معاك اس خمسة وعشرين او معاك احدث نظام من تريفون سامسونج ولكن للأسف لحد دلوقتي انت ما عندكش تقفل بيه تطبيق معين. سيبك من ده من تموكم تنقل فيه تطبيقات وتعفيلها والكلام ده كله ميش دعب دي. لأ انا باتكلم لو انا عندي تطبيق هنا زي اليوتيوب او الكلام ده كله. انا عايز اقفله ببصورد. بصمة ايه دي? نحن غير دلوقتي زي ما بتركه مفيش حاجة في النظام عندك ديفولت بتعمل كده. فييجي هنا بقى وزيفة البرنامج ده. لما تخش عليه هنا كده طبعا انا يعني عامله قبل كده احط بس البصمة. انا اه عامله قبل كده وحاطت فيه طبعا هنا اشياء جالكو سودة دي حماية للبرنامج. زي ما انتم شوفين كده انا هنا مسلا قافل التطبيق ازا تنفسه طبعا اول واحد خلاص هنا بالابل اللي هو جنبه يعني شكل اقدر كده. وتحت طبعا انا هنا قافل الجاليري. طبعا كل اللي عليك هتخش على اله هنا كده وهتيجي عندك فيه واعمل زي ما انا عامل هنا كده في اللي هو سناب بيك دي. اه علم عليها واللي هو يوز فينجر بينت اللي هو تستخدم بصمتك يعني وتفتحه علم بردك عليها. طبعا هنا اللي هو لو انت مسلا عايز بتبقى بردك مقفولة ولا لأ? طبعا يا جماعة بس فيه حاجة عايزول هالكو بردك ان انت مسلا دلوقتي لو انا فردا فردا يعني. قلت له في اللي يا سيدي اليوتيوب مسلا. ادي اليوتيوب. انا قفلته. هطلع برة كده. هاجي مسلا افتح اليوتيوب. زي ما انتم شافين هيطلب مني ان انا حط البصمة بتاعتي. طيب انا لو طلعت من اليوتيوب قفلته خالص كده. وجيت ارجع له تاني. هتلاقيه هيخش عادي خلاص مش هيقول لي هاتلي الباسورد. طب ليه الكلام ده هو يا جماعة كده هو نظامه كده. اي انت اول مرة اول مرة لما بتخش على البرنامج بيطلب منك الباسورد. طيب ما بتخش تاني مش هطلب منك الا لما تطفي الشاشة وتقدها. يعني لو انا قفلت الشاشة بتاعت التليفون. ورجعت تاني يعني مسلا لو انا قفلت الشاشة هوت. واجي هبتحها تاني. شاشة مسلا تاني هوت. بص يا جماعة لو جيت اخش على اليوتيوب. اهو هيطلب مني الباسورد تاني. فاميني الفكرة يا جماعة فهو عشان يطلب منك الباسورد تاني يازم تقفل الشاشة وتبتحها تاني. فبصراحة ده با دي ناج متاس جدا. لو انت بقى ممكن تقفل عندك الجالري. حيس مسلا لو حد بياخد منك التليفون بتاعك او كده. وانت خايف ان يخش في صور شخصية او حاجة فهدي هتبقى حاجة مفيدة جدا. طيب هنجيب على البرنامج الاخير وما يجي اخير ده بصراحة انا سيته في الاخر لانه برنامج راية. برنامج احلى حاجة فيه ان هو واخد او واخد كده بتاع سامسونج. حتى هو اسمه قصة تحيسك ان هو عايز لك اسمي حتى لو جيت ضغط على اللي هو دي هنا كده ودغطت مسلا على بتاعته. بص يا جماعة منطقة البساطة انت لو عندك رابط حجمه كبير جدا مش حجمه كمساحة يعني اسمه رابط كبير جدا زي مسلا انت لو جيت ضغط على الزائد دي هنا كده هتلاقيه فتح لك الصفحة دي. طيب انت هنا اول حاجة انت ممكن تختار اي حاجة من الحاجات دي كلها. بس عامة سيبي الدفولت بتاعها. بس لو اخترت اي حاجة عادي جدا طبعا يعني. طيب انت لو جيت هنا على الورل كده وعملت ضغطة طويلة انا كنت اخد مسلا لينك قلتول هنا بس. لو ده اخدوا بالكم يا جماعة شايفيني اللينك طويل. يعني اللينك الكلمات بتاعته طويلة. انا عايز ابعطك اللينك ده لحد بس مش عايز ابعط له كل الحاجات دي. فانت هتحط اللينك هنا وهتيجي عندك هنا كده واكتب اي حاجة. انا ممكن اقول له هنا مسلا اي شي تو تك مسلا وهقول له هنا كده وهقول له هنا كده اد. هو طبعا هنا هيبدأ يعمل بحص اللي اللينك ده لو مسلا مفيش فيه اي برسطة ولا اي حاجة خالص. وهتقيه جاب لك بالشكل ده كده. لو ضغطت هنا كده. ده كيو ار كود ان طبعا ممكن تعمله شير مباشرة او تعمله سيف ويتحافظ عندك في الجاري. تبعته لاي حد. وارد ما يعمل سكان للكيو ار كود ده. هيفتحه طبعا اللينك. او او. الاجمل بقى في المواضيع ده كله. اللينك بقى الصغير ده هو ده اللي محتاجه. ده اللينك اللي هو الصغير اللي هيخده ابعاثه لصاحبي. بدل ما كنت ابعاث له كل اللينك الطويل ده. هيخده ازاي? اضغط على الشير هنا كده. وهتقول له هنا كده. انا كده خدت خلاص اللينك ده كابي. طب نجرب مسلا نفتح عندنا كده اي براوزر اهوة. وهنيجي هنا مسلا اه ادي زائد اهو. وهنيجي هنا وهنحط اللينك اللي احنا اخدناه كابي. وهنقول له روح يا معلم. ودي. طبعا شابين يا جماعة فتح لي فعلا الصفحة اللي انا كنت اخدها كابي. فبادل بقى اللينك الطويل ده حاجة مختصرة للموضوع يعني. فبس شاباب دي كانت البرامج السابعة اللي كانوا موجودين معي النهاردة او تطبات السابعة اللي موجودين معي النهاردة. يعني لو تطبات تلاحيت نكويدة بالنسبة لك فارجوك يعني اقدر الدعم او اقدر المجهود. وما تبخالش علي بالدعم معنام والعبارة على لايك كومنت جميع زي كده. اشترك في القناة او ما تشوفني وفعل الجرس. وزا ما قلت لكم انا هسيب لكم كل لينكات الترباط دي في صندوق الوصف. ولو جيتك طبعا اي مشكلة سيبالي في الكومنتات. وبس كده يا شباب.